اشتركوا في القناة إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين توضوع التعامل مع مسألة الحوار في الإسلام وفي ديننا الحنيف ولكن أيضا معكوسة على ثقافتنا اليومية وحياتنا المعيشية لأننا يجب أن نتجنب أحبابي أن نكون دائما في المثاليات الحوار يتعلمه الناس سواء قرأت عن شيء مكتوب أنه نقاش هادئ بين طرفين كل واحد يعطي ما عنده وبالأخير المستمع يمكن أن يقرر ويجب أن يتجنب الجدل الجدل في غير جادلهم بالتي هي أحسن الجدل هنا في الآية الكريمة التي قرأناها هو قريب من الحوار وإخوتي وأحبابي في أيامنا هذه أيام الفيسبوك والتويتر وقبلها الإيميل وقبلها الكمبيوتر فتح هذا القرن والقرن الذي قبله بالأحرى وآخر القرن العشرين والقرن وعشرين طرقا عجيبة غريبة لم تكن عند ذي قبلنا قابلة أن يتصورها الإنسان بالخيال أو حتى بالمنام فكلنا فرحنا وقلنا ما شاء الله التكنولوجيا والإنترنت والفيسبوك والتويتر أعطانا مجالات كبيرة جدا يمكننا أن نناقش أي شيء بأريحية حتى بسرية إن كنا نخاف من حاكم ظالم أو نظام مخابراتي أو واشي أو ضابط عسكري يتربص لنا بالمرصاد أو قب مخابرات إذا فتحت فمك تذهب إليه أعطتنا هذه التكنولوجيا مجالا كبيرا وواسعا في مسألة الحوار وهنا لا أقصد بالدعوة حسب الآية القرآنية فقط دعوة غير المسلمين والحوار بيننا وبين أهل الكتاب أو بين الغير الدينيين أصلا أو اللادينيين أو البوذيين أو الهندوس أو أي دين كان سواء قديم قبل الإسلام أو أتى بعد الإسلام مثل بعض الضيانات الأخرى ليس هذا حديثي اليوم الذي أريد أن أتحدث به هو حوارنا ونقاشنا الإسلامي الإسلامي نحن بين بعضنا هل فعلا أحبة نتقبل الآخر ابن جلدتنا وابن مدرستنا وابن ديننا وابن قبلتنا وابن كتابنا إذا تحدث بشيء قد يخالف رأينا التقليدي قد يخالف رأينا السياسي قد يخالف رأينا الحزبي الإديولوجي الطائفي العقدي الفهم العقدي حتى للإسلام في مدارس مختلفة في أشعارية في ظاهرية في معتزلة فإذا أنت آتيت وقلت شيئا أنا لا أرضى عنه أو لا أراه مطابقا لمدرستي فماذا أفعل هنا موضوعنا وحتى في الأمور البسيطة يعني للأسف الشديد صار مثلا في عالم الفيسبوك كل ما مات إنسان كل إنسان سيموت أنت وأنا سنموت وبعد ذلك سيبعث يوم من الأيام أحدهم يقول رحمة الله عليه انتبه كيف تترحم مات إنسان هناك ناس قالت الله يرحمه يرحمه هناك ناس عندهم تحفظ على الترحم سواء كان التحفظ عقدي هذا إنسان ليس تابعا لديننا سواء كان سياسي هذا إنسان نختلف معه بالمنهج سواء كان طائفي تابع لغير طائفتنا فيا ويلك ويا ويلتا أمامك فقط طريقين هو إما تلعنه وتضعه في جهنم وتشتمه ليل نهار أو تقدسه الجنة ومحترم وما في منه وأنقذ الناس ولولاه لكنا ذهبنا في ألف داهية كما يقال ولا نجد شيئا من الأريحية في التعامل وهو أنه نعم من الممكن من الممكن يا جماعة إذا واحد توفاه الله عز وجل أن تقول رحمة الله علي وفي نفس الوقت عندك تحفظ على طريقته السياسية والفكرية وغير ذلك قد يكون إنسان غير مسلم وأنت تمشي على وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأنت تمشي على ورحمة وسعت كل شيء فقلت رحمه الله أيضا ليس مشكلة بالعكس يا أهلا وسهلا سيأتي من سينتقد وسيقول لا كيف تترحم أنا أقول لا تترحم ليست فرضا وليست سنة ولكن راحة الإنسان كيف يراها كيف يريد أن يأخذ هذا المدخل هنا في مسألة الحوار إخوتي أريد أن أؤكد على موضوع وهو أنه من الممكن أن يكون النظر إلى موضوع واحد من زوايا مختلفة ومن كل زاوية ترى شيء ممكن الآخر يستغرب ويقول لم أره أنا أقول لك طبعا لن تره لأنك أنت نظرت من زاويتك هنا هنا في المسجد الإخوة الجالسون في أقصى اليسار يرون أشياء لا يرونها الإخوة الجالسون في أقصى اليمين نفس الشيء في عالم الأفكار فالإمكانيات التي عندنا صارت موجودة تساعدنا أحبائي وإخوتي أن نرجع إلى شيء من الصواب والأريحية والهدوء في موضوع الحوار فإذا هو أكبر من فقط أسلوب رفيع بين إنسان الجدال هناك من يعرفه بكونه شدة في الكلام مع تعصب للرأي أما الحوار فهو مراجعة للكلام بين الطرفين أحيانا يقول لنا الله عز وجل الآن اتركها لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ليس دائما يجب عليك أن تحاور وتناقش وتجادل ليس دائما أحيانا يأتي للإنسان وضع معين ويقول لا الآن أريد راحتي النفسية الآن أريد أكون مع ربي ومع نفسي ومع أفكاري ولا أريد أن أناقش أحدا قل ما بارك الله بك لا تدخل معي على النقاش أيضا هذا ليس بعدا عن الحوار ولكنه من أعلى درجات الحوار طيب هذا الكلام هل نخترعه نحن هنا على المنابر كخطبة ما يقال موديرن يعني شيء جديد لا أخذوا إخوتي كل القصص القرآنية كلها تقريبا ما في قصة في القرآن الكريم إلا فيها حوار بين أصحاب العلاقة حتى من يحاور الله عز وجل لا إله إلا الله يعني سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وصلوا لمرتبة يحاوروا ربهم تعليما لنا تعليما لنا تعليما لنا كليم الله موسى لا يعني بأي حال من الأحوال أنه تكلم كلامنا مع الله عز وجل ولكن ناقش وفهم ودخل في الأبري الله إبراهيم مع صاحب الملك وغيره من هذه الأمور سورة مريم كلها نقاش وحديث سورة طاها كلها نقاش وحديث سورة الكهف التي إن شاء الله قرأت بوها اليوم كلها نقاش وحديث وبعد ذلك كثير من الأحيان يترك الأمر كما هو وليس شرطا أن يكون هناك عندك النتيجة الواضحة يعني في كثير من الإخوة يأتي ويقول طيب أنت ناقشت إنسان غير مسلم هل دخل بالإسلام إن شاء الله لا أخي لي لم يكن هذا إن دخل فأهلا وسهلا ولكن لم يكن هذا هو المقصد الأول والأخير ليس هذا فهم من يهدي يهدي بك الله رجلا واحدا أو امرأة واحدة شخصا واحدا هو فقط أن ترجعه وتعطيه شيئا من المعلومات الصحيحة الرزينة الهادئة لكي يفهم ما نريد لكي يعرفك أكثر أن تسأله عن نفسه وهذا إخوتي أسأل الله عز وجل أن يعيننا أن نطبقه هنا في حياتنا الإخوة الأخوات النساء والرجال والشباب وأن يربي أولادنا على أسلوب الحوار والأخذ والعطى بأسلوب حضحضاري وأسلوب يرفع الرأس إن شاء الله أما في القرآن الكريم فأتت كلمة الحوار كما هي ثلاث مرات فقط في القرآن أولا في في سورة الكهف كما قلنا قبل قليل وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره حاور أنا أكثر منك مالا وأعز نفر نفس الشيء بنفس القصة قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا والمرة الثالثة في سورة المجادلة في قوله عز وجل قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير من أجمل ما قرأت في مجال الحوار هو رسالة للإمام المصري مفتي مصر في وقته محمد عبده في عام 1904 لمن كتب هذه الرسالة وقتها الشيخ محمد عبده للأديب الروسي الشهير الكبير ليو تولستوي قرأ له رواياته الكبيرة عرف عنه أنه مهتم في موضوع الأديان عرف عرف عنه أنه من منتقدي الكنيسة والباحث على الحق حتى الكنيسة الأورتوذوكسية غضبت عليه وقتها في روسيا كتب كتاب الحرب والسلم رواية رائعة وجميلة وصارت من الأدب العالمي فكتب له الإمام محمد عبده يقول له يا حكيم يا حكيمنا وذكر له الأمور التي تكون بينه وبين هذا الحكيم تعرف ما أعجبني في هذا الموضوع أعجبني أكثر من الرسالة الرسالة على فكرة بوجودة حتى في خط الشيخ محمد عبده شوفوها أقرئوها لأولادكم جميلة جدا رائعة أنه مع أنه كان مفتي البلاد لم يقم بذلك بأمر من السلطة لم تكن أمرا من رئيس تولى أو من وزير أوقاف أو من غير ذلك أكتب هذه الرسالة افعل هذا المؤتمر أسكت في هذه وتكلم في هذه لا كان رجل حر كان رجل حر هذا ما نريده والحمد لله هناك بشائر أن هناك من يأخذ هذه المراتب ومع ذلك لا يكون في كل ما يتصرف عبدا للسلطان في تصرفاته موجود قليل ولكن موجود فجاوبه أيضا تولستوي وقال كلمة جميلة قال تعرف يا أيها الشيخ إننا أبناء دين واحد تولستوي وأنا أعرف أنك مؤمن بالله وهذه دياناتنا التي تمشي مع الإنسانية والحب والأخاء والإخلاص والتضامن بما معنى ذلك هل يعني أننا جعلنا اليوم تولستوي مسلما هناك من فعل هناك من فعل ومن قال أنه هناك إشارات أو مؤشرات أنه دخل الإسلام هناك من حاول أيضا أن يجد إشارات في الأديب الألماني الكبير جوتي الذي كتب أيضا كتابات رائعة وجميلة في الديوان الشرقي وغيره ومن يقول أنه غالبا دخل الإسلام هناك من يقول أن من البروفيسور المشهور المستشرق الكبير أن ماري شمل أنها دخلت الإسلام بصراحة لا يهمنا أبدا أبدا ولا يزيد الإسلام شيئا ولا ينقص إن أسلم فلان هذا أو ذاك حتى ولو كان تولستوي أو ديننا لنا بالنسبة لنا لا يزيد ولا ينقص أحيانا ترى بعض الناس عندهم شبه يريدون أن يقتنعوا أن الدينهم صحيح إذا أسلم أحدهم من غير الدينهم معناها إيمانك في مشكلة نحن لا ننتظر حدا نحن مقتنعين الحمد لله في هذا الدين ولكن إن فتح الباب على غيرنا إن دخل مجال النقاش والحديث فيا أهلا ويا سهلا ويا أروع من هذا كلاما طبعا هناك حوارات أتذكر منها وذكرتها عندما حضرت هذه الخطبة الإسلامية الإسلامية لا أعرف إن كنتم تتذكر أحد المناظرات التلفزيونية الشهيرة التي كانت بين البروفيسور المصري دكتور محمد عمارة وبين حامد نصر أبو زيد نصر أبو زيد هو كاتب ومفكر وفيلسوف ودخل بأمور شائقة في كلامه فهناك من أفتى بكفره ونعتقد والله أعلم على هوى ما سمعنا من الرجل وما قرأنا من كلامه أنه لا يمكن بأي حال أن يتم البث في كفره أبدا أو إخراجه من الملة أعرف هناك ناس لن يعجبه الكلام ولكن نقولها لله الرجل يقول بعظمة لسانه أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وكلامه كله حب للحبيب المصطفى والإسلام كدين والقرآن وله أفكار معينة يمكن أن يأخذ بعضها ويمكن أن يترك منها آخرة ما نحسبه لهذا الرجل وهو توفي رحمة الله عليه والدكتور محمد عمارة حي يرزق حفظه الله وأطال الله في عمره وسمعت أنه على مرض فنسأل الله عز وجل له الشفاء والعافية ونبعث له بتحية من هذا المسجد الدكتور الكبير الأستاذ محمد عمارة ولكن وقتها من يريد متابعة هذه الحلقة موجودة على الإنترنت اكتبوا اسم الدكتورين وترونها أصر الكثير أن يخرجوا هذا الرجل كافرا حامد نصر أبو زيد طيب لماذا نصر حامد أبو زيد عفوا الاسم الصحيح نصر حامد أبو زيد لماذا الإصرار أن تخرج إنسانا هو يقول أنه في ملتك وتصر على أن تخرجه من الملة وتجعله من الكفار والعياذ بالله نحن نقول لا طالما الإنسان أخذ طريقا قائلا أنه مسلم وماشي على دين الإسلام فيا أهلا ويا سهلا ولكن في خلاف نعم ونفتح باب الخلاف في هذه الأمور ولا نقتصر في هذه الحلقة اسمعوها اتصل أكثر من واحد من الناس وكلهم يكفر نصر حامد أبو زيد ولا واحد منهم قرأ له كتابا للرجل ولا واحد منهم حتى الدكتور عمارة عندما قال له لك حق حتى أن تكون كافرا قال أنا 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 أنادي بحرية الفكر وحرية الكفر وهذا يحسب له أنه ليس عنده أي مشكل مع الأفكار ولكن كان شبه ضاغطا بشكل لا أراه تابع للحوار السليم الإصرار على إخراج نصر حامد أبو زيد من دائرة الإسلام في بعض الأمور فهذه أمورا إخوتي وأحبابي يجب أن يتم الانتباه عليها جدا طيب في الحديث الشريف وفي حياتي الحبيب المصطفى هل كان أيضا للحوار والنقاش مجال ورأي وكلام نعم يعني أحد الأمثلة التي تذكر وهي جميلة جدا أن أحد الأعراب متزوج وهو أبيض أو أسمر وزوجته كذلك وأتاهن ابن أسود أسود اللون ففورا صدم وصراحة أي واحد مننا يصطم في هذه الحالة حتى إذا كانوا اثنين سود وأتى الطفل أبيض يصطم الزوج يشغل في هذا فأراد أن يترك زوجته وأن يتبرأ من هذا الطفل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال له بكل هدوء على عقل الأعرابي كل إنسان على عقلي قال له أعندك إبل عندك إبل جمل طبعا عندي ما ألوانهم قال حمر حمر يعني بني تقريبا بغير ما في ابن حمر يعني بني تقريبا قال له أليس فيهم أورق أورق يعني بين البياض والسواد مثل ما نحن نقول الرمادي نوعا ما ليس فيهم أرواق قال نعم قال له لماذا شلون طلع قال له علّ فيه عرق علّ فيه عرق قال له وعلّ في إبنك عرق يعني حتى اليوم في أعلى مستويات علم الوراثة نعم ممكن في أمريكا أبيض وبيضاء أتوا بطفل أسود ليس أسمر أسود بعد الدراسات الوراثية رأوا أن في عائلة الزوجة بالأجداد من أصل أفريقي وسوداء البشر البشرة فظل في جيناتها شيئا عرق للحبيب المصطفى وكان بعد الفحص الآن الفاترشافت تيست يعني الرسول اللهم صلى عليه عمل فحص سريع للأبوة وقال هذا ابنك هذا ابن فراشك خذ هو ابنك طبعا نفس الوقت إذا أتى إنسان اليوم عندنا صار من المتوفر وبكل سهولة أن يتم يتم أي فاترشافت تيست يعني فحص أبوة هل في هذا حرج إذا سئلنا ليس فيه أي حرج ولكن لا نشكك أبدا أبدا لا تشكك أعوذ بالله أعوذ بالله من من أسوأ الأمور حتى في الإسلام يعني يعني الرجعة إذا كنت مسافر أنت الآن مسافر إلى مكان وصار حالة معينة ورجعت مثل هلأ أيام الكورونا كثير من الناس يسافروا أنا عندي كان مؤتمر غدا وقفت السفرة وترجع وترجع تتصل بزوجتك تبعث لك خبر وأنا راجع لا ترجع وتفتح الباب وتدخل أبدا أنت وقتك الآن حتى مع زوجتك سبحان الله هذا يعني أخلاقيات غير عادية أنه حتى مع زوجتي إذا رجعت أنا الساعة تنتين الظهر وأنا عادة أرجع ستة المساء اتصل أعطيها خبر بركي متضايقة بركي عندها شيء بلباسها تصلح بركي عندها ضيفة الآن تتحدث معها في موضوع حرج بركي عندها موعد معين مع أمها في مسألة أنت لا تريد أن تسمعها أنت لا تحرجها لا تحرجها وهي نفس الشيء كثير من الإخوة يقول هذا فقط للرجل ولكن أيضا للنساء طيب هل الحوار فقط في الأمور التي يمكن أن نصل بها إلى حل أيضا إخوتي ليس شرطا هذا للأسف ما موجود عندنا في ثقافتنا اليوم يعني العبد الفقير تعرفوا الذين يتابعون بالألماني يناقش الجميع المسيحي وغير المسيحي وعدو الإسلام واليهودي وغير ذلك نقاشات قد منها تكون نقاش فقط حوار وتبادل وجهات نظر والمشاهد يتعلم ما يريد ومنها تكون لا نقاش حاد وكل واحد بالاتجاه المضاد تماما للآخر ما يسمى هنا شترايت كولتور شترايت كولتور بالإنجليزي كولتور دبيت شترايت بالألماني الشجار يعني أنت ما جاي أنا ما جاي أقنع أنت ما جاي تقنع ني أنا جاي أقول اللي عندي وأحاول وأحاول بكل جهدي أصل رسالتي للذي يسمعني وأنت نفس الشيء هنا يأتي دور من دور منظم الجلسة أو المديراتر كما يقال المديريتر يلي يجمع الناس أو المحطة التلفزيونية أو الإذاعية التي تجمع وتعطي الشخصين الفرصة نفسها هذا للأسف ليس موجود عندنا اليوم في ثقافتنا شو النتيجة أننا لم نعد نستطيع أن نتشاجر مع بعضنا بإسلوب حواري صار فورا الرصاص قتل لا تعجبني نلاقي طريقة تصريف حكومات وللأسف الشديد بعد ما رأينا المعارضات في كثير من الدول العربية ليست أحسن مع بعضها هناك كثير منا من نعيش في أوروبا وليس عندنا حكومات وليس عندنا مخابرات تجبرنا نفعل ذلك هل نتقبل الآخر نسمع منه نأخذ منه شيء وبدون تقبل يعني هنا النقطة التي أريد أن أؤكد عليها ليس شرطا في هذا الشجار أو الحوار أو الشترايت كولتور أن تكون مقتنع حتى ولو بنقطة واحدة ولكن أعطيك المجال أن تتحدث أسمع منك وأعطي ما عندي وبعد ذلك من يحكم من يحكم الناس الناس هذا سوق مثل السوق تجارة أفكار ضعها وعودة إلى خطب التراث والتقليد والحداثة والتنوير عودوا إلى التاريخ الإسلامي وما نسميه اليوم بالعصر الذهبي في التاريخ الإسلامي تجد كله موجود بالأفكار المتفاوتة والأفكار المتخالفة والأفكار المتضادة في نفس الوقت ونفس العصر عندما استطاعت الأمة أن تعيش مع هذا التغيير الموجود أعطى الثقافة كبيرة جدا جدا فما الدرس لنعود إلى يومنا وحياتنا اليومية الدرس إخوتي هو أن تستطيع الاستماع وتستطيع وضع السؤال يقال عن الإمام علي عليه السلام أنه قال نصف العلم حسن السؤال والنصف الآخر حسن الاستماع عرفت تضع السؤال الجيد المناسب لهذا الوضع يكون رائع لم تعرف خسرت وإخوتي للأولاد والأطفال قد يكون بعضنا كبرنا على الموضوع والصعب نغير ثقافتنا فإذا لنتقبلها في أولادنا لنعلمهم أنه نعم اسمع الكثير خذ الآراء وبعد ذلك امشي في هذا الرحاب الفكرية الكبيرة واللغات العديدة وبعد ذلك يمكنك أن تقرر وليس شرطا عندما تسمع أن تقتنع بكل شيء ولكن اسمع لأنك ستستفيد بجميع الأحوال من هذا المنطلق إخوتي أريد أن ننهي هذه الخطبة المباركة إن شاء الله بحضوركم وبحضور هذه الوجوه الطيبة وبمن يسمعها منا بعد ذلك بهذه النقطة أن نحول السوشيال ميديا الفيسبوك الذي وغيره والتويتر وغيره إلى أدوات فعلا حوارية مع من رأيه مضاد لرأينا وليس فقط أربط على كتفك وتربط على كتفي وإذا دخل إنسان أنا عندي يدخل إنسان يقول كيف يمكن أن يكون عندك هذا الإنسان وهو قال كذا وكذا أجيب إن كان محترما عندي بالعكس فالطال أريده أن يقرأ إذا تردنا من مجالنا إذا دخل إنسان إلى هذا المسجد الآن وهو عنده آراء مختلفة يا أهله وسهلا فرحين به ربما نفرح به بأكثر من الذي يحمل رأينا لأنه سيستفيد ممكن يأخذ 20% ممكن يأخذ 30% كمان جميل ممكن يأخذ 80% ويمشي عليها يغير طريقة نمط حياته فهذا ضروري جدا وخاصة في هذه البلاد لأننا نتهم وهذا ظلما وسيكون له يوما الأيام خطبة خاصة هو التعددية هو التعددية في الفكر الإسلامي نتهم في الغرب أن تاريخنا لا يقبل التعددية وهو العكس تباما على فكرة التعصب الموجود لرأي واحد وشعب واحد وطائفة واحدة ورئيس واحد وقائد واحد ملهم هو بصراحة تأثير غربي ما شرقي هو التأثير غربي الغرب عنده مشاكل كان من زمان بيئة التعددية الكاتوليشي كيرهي الكنيسة الكاثوليكية دمرت كل ما غيرها هنا في هذه البلاد البروتستانت كان لا يستطيعوا أن يبنوا كنائس لا يستطيعوا أن يبنوا قبة لكنيستهم لا يستطيعوا أن يكون الباب كبيرا مفتوحا على الشارع العام الآن نحن مثلهم وقتها يعني بالعكس بإلك نحن نقلد أنت المتعصب أنت الذي تقلد ما لا يعجبك بالعكس تماما وإن شاء الله يأتي تفصيله يعني ما نتحدث به هو من لب ثقافتنا وحضارتنا وتراثنا وليس قفزة لإعجاب فلان أو علان وليس تأثيرا من هذا أو ذاك مع أن التأثير في الحكمة لا حرج فيه أبدا بالعكس لا حرج أن نتأثر بأي ثقافة ما غربية كانت أو شرقية ولكن مع ذلك ما نتكلمه هنا إن شاء الله من هذا المنبر نابع من تراثنا وثقافتنا وعاقدتنا وشديعتنا إن شاء الله بارك الله بكم نسأل الله عز وجل الخير للجميع والفائدة أدعو الله عز وجل في هذه الدقائق المباركة موقنين بالإجابة في هذه الساعات المباركة إن شاء الله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله وما توكلي ولا اعتمادي إلا على الله إخوتي وأحبابي كلنا يعرف ما حصل في الأسابيع الماضية وهو موضوع فيروس الكورونا الكورونا الذي كان مفاجأة للعالم كله ولنا هنا في النمسا والبارحة واليوم في فييننا وفي إيسبروك وفي إيطاليا فماذا يمكن لنا أن نتعلم بسرعة كدرس سريع من هذا الأمر ولا أريد أن أعطيكم محاضرة طبية ولكن أطلب من الجميع أن يتعلم في الموضوع وخاصة في موضوع التغسيل والاهتمام بالنظافة وغير ذلك والاهتمام وخاصة إخوة المسافرين الذي كان مثلاً مسافر في إيطاليا أو في شرق آسيا أن لا يأتي إلى صلاة الجمعة أن يؤجل حتى يفحص نفسه وحتى يسأل وإذا حس إنسان بأي شيء من الحرارة أو صعوبة في التنفس أن يسأل فوراً وأن يتجنب الأماكن العامة مثل هذا المسجد دون أن نخترع المشاكل ودون أن نخيف الناس فنعمل ما علينا وبعدها لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ولكن متى؟ متى؟ بعد أن نكون أخذنا بالأسباب كلها وللأسف الشديد ترى ما يسمى نظريات المؤامرة في هذا الموضوع شغالة هناك من يقول الكورونا عملتها أمريكا لضرب الصين هناك من يقول الصين عملتها لكي لا يحس الناس أنها تقوم بجرائم ضد إخواننا في الأيغور الآخر يقول هذه عقوبة الله عز وجل على الصين الكافرة لأنها قتلت أو أجرمت بحق إخواننا الأيغور الآخر يقول هذا من مخابرات عملوها في المخابر ووضعوها وكل هذه الأمور إخوتي وأحبابي نظريات مؤامرة لا تعطينا أي حق لأي إنسان أن يقتنع بها إلا إذا أتى من يقنعنا يعني أنت تكتب وأنا أكتب وكل الناس يكتبوا فإذا لم يكن هناك إشارة أو قرينة أو دليل على الكلام فيكون نعم نظريات مؤامرة نضعها على جنب ولكن نسأل أنفسنا هل لنا أن نتعلم من هذا الأمر نعم ماذا نتعلم؟ نتعلم إخوتي أن أن الإنسان الضعيف مهما قوي سبحان الله سبحان الله يعني هذه الكورونا التي لا نراها علمت الصين وأمريكا وأوروبا والدنيا كلها إنه ممكن أن الإنسان كل التهنولوجيا التي وصلت إلى كل الحراسات والدنيا تدخل عمل لها حاجز مثلنا رعبا في أوروبا يعني ما نحن الآخرين عندما أتوا المهاجرون يجب أن نغلق نغلق الحدود والمهاجر يأتي واللاجئين المصائب والمسلمين والدنيا هاي تأتي بلا حدود بلا حدود جاي داخلة 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 حتى الرئيس الوزراء النمساوي قال لا يمكن أن نطلب منها أن تلف عن نمسا ما منح سي هي الطريقة فإذا نعم نتعلم من ذلك أن 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 الإنسان ضعيف وأن الإنسان يبعد عن التكبر وأن الإنسان أخو الإنسان وأن ما يصيبك يصيبني وأنه يجب علينا كتضامن إنسان عالمي أن نكون معا ونعم نطالب وإن كان ما شاء الله الرائع بدل ما نطلع بنظريات مؤامرة يطلعوا أطبائنا المسلمون يقدموا أبحاث ويقدموا دراسات لحل هذه المشكلة التي هي أكبر منا بكثير فإذا هي رسالة للإنسان رسالة للتضامن رسالة للبحث العلمي وبنفس الوقت رسالة للاهتمام على بعض وما قلته قبل ذلك في موضوع صلاة الجمعة أو غيرها نعم فتوى شرعية خذوها إذا كانت أنت تحس في عندك شيء تجنب الناس وتجنب حتى صلاة الجمعة وليس عليك أي حرج بالعكس الحرج إذا أتيت فوقتها تكون عملت ما عليك وقدمت في كل شيء يمكن تقدمه لأهلك وإخوتك بارك الله بكم جميعا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما عنه نهى وزجر وخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر وحافظوا على الصلوات وحضور الجمع والجماعات واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عظيم بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه حيث قال عزامي القائل إِنَّ اللَّهَ ومَلَائِكَةَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهُ وَسَلِّمُوا أَسْلِمَا لَبَّيكَ اللَّهُمَ صَلِّيْعَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كما صلِّيت على إبراهيم وعلى الإبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى الإبراهيم في العالمين إنك حميدٌ مجيدٌ برد اللهم يا من لا يرد سائلة ويا من لا يخيب العبد وسائلة يا من أمره بين الكائف والنون يا من إذا قضى أمراً قال له كن فيكون اللهم إنا قد بسطنا إليك أكف طراعة سائلينك يا الله ترحمنا وترحم الناس أجمعين اللهم إنا نسألك الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه اللهم لا تجعلنا في هذه الجمعة الكريمة ذنباً إلا غفرته ولا همّاً إلا فرّجته ولا مريضاً إلا عافيته ولا غائباً إلا رددته ولا مديناً إلا قضيت عنه دينه ولا مريضاً إلا عافيته اللهم ولا مريضاً إلا شفيته اللهم ولا أخاً مريضاً إلا أعدته لنا سالماً غالماً يا رب العالمين وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلِّم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أبني بالصلاة شكراً 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 شكراً